السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة اخرى مسلسلة تشهيوات ريحانة كمال نقدم لكم اليوم بريوش هائلي كيجي خفيف ورطب بزاف محشي بشكلات ديال التهن وقشر البرتقال المعسل كيجي رائع جدا شكل بسيط كنحضروه في حد الوقت اللي قصير بزاف لحده معيه كيجي خفيف واسفنجي ان شاء الله تجربوه هنا الاعجابكم بإذن الله بسم الله على بركة الله نمرو المقادر والطريقة عندي كاس ديال الحليب دافي مايعادل 150 مليلات ديال الحليب نفس القياس غديكون ماء دافي ملعقتان كبيرتان ديال زبدم دوبة زائد ملعقتان كبيرتان ديال الزيت اربع ملعقة كبيرة من السكر سينده ممكن تنقصه او تزيده ملعقة صغيرة غير مملوئة من الملح كتفقة بحسب الدوق ملعقة كبيرة غير مملوئة من خميرة الخبز عندي قشر الليمون الحامض هنا استعمل ديال سيتغوناد متوفر عندي في المجمد ممكن تستعمله العادي وكيس سكر فانيلا وغدي استعمل هاد شوكولاتة للتهن هي الغدي استعمل في الحشو وقشر البرتقال المعسل خضر جاهز او اللي كيتحضر في البيت حسب المتوفر عندكم وممكن ما تديرو شرطة بيت الحال في اناء كنوضاع الماء دافي كاس اللي كاعدة 150 مليلات غل نفس القياس عبرت كاس اللي الماء دافي كنضيف هنا السكر اللي كيبقى بحسب الدوق ذكرت لكم القياس اللي استعملت مع سكر فانيلا وخميرة الخبز اللي عنده الخميرة معجونة استعملها نفس القياس وإلك الجو بارد يعني ضيفه أكثر تكون ملعقة كبيرة مملوئة كنضيف الخميرة ونخلط هاد المكونات جيدا حتى كتفعل الخميرة مع الحليب والمدافي كنضيف نفس القياس كاس من الطاحين اللي كيكون مغربة من مقبل الكاس ديال الطحين فورس طحين أبيض كستغرب لوح الكيمية غدي نعبر معاكم بالكاس هنايا كنخلط هاد المكونات ونخليهم كيخمروا خمسة ديال دقيق ولا حتى العشرة ديال دقيق غطيتو بفيلم ألمونطيغ هنا الشكل ديالو كما كتلاحطو كيزيد كيتقال شوية كنخلطو ونضيف باقي العناصر كنضيف القشرة ديال الحامض اللي ممكن تعودوه بالقشرة الحامض العادي والملحة ما تضيفوهش في الأول اللي أنا كتفقد مفعول ديال الخميرة كنضيف الزبدة والزيت هنا ممكن تديرو غير الزيت بوحده وممكن تديرو الزبدة بوحدها لكم الاختيار كتحصلو على نفس النتيجة هاد البريوش بدون عجن او دلك وكنحصلو على بريوش اللي خفيف ورطب بزب كنضيف هنا الكاس الثاني ديال الطحين يعني اركزو معايا في القياس ديال الكؤوس كنخلط مزيان بواسطة طراب اليداوي ممكن استعمل اليد ديالي بطبيعة الحال انا غني ديراك لمرحلة الاخيرة كنخلط مزيان باش ما كتكونش لنا كوريات ديال الطحين خلطو مزيان ضروري هنا كنعبر الكاس ثالث بهادك الكاس اللي اول هاد القياس ده با عندي الكاس ثالث ديال الطحين وكنخلط مزيان كما كتلاحظو العجين كيبدأ كيتجمع كيتغير القوام دياله وكنخلط مزيان باش ما تبقاش كوريات هنا غادي نحييط طراب اليداوي وكنضيف طحين هدا الكاس الرابع كنبقى كنضيف طحين شوية بشوية ضروري العجينة ما تكون خفيفة كتلصق في اليدين كنأكد هاد المسألة كتبقوا تضيفو الطحين ديالكم هكا بالكاس هدا الكاس الرابع وكنخلط مزيان بيدي ما كان عجينها من دلكها محتى حالة كنخلط من الأسفل الأعلى لاحظو معي مازال خفيفة مرخوفة بزاف كنضيف الكاس الخامس كنضيفو شوية بشوية ما تقصحوش العجينة خصها تكون عجينة اللي خفيفة وكتلصق في اليدين كنأكد هاد المسألة باش تحصلوا على نتيجة جيدة غادي نكمل هادك الكاس الخامس وكنجمع في نفس الوقت يعني ضروري من هاد الطريقة اللي بغيتو تحصلوا على عجين الخفيف بغيتو تكون عجينة متماسكة غادي تدلكو العجينة ديالكم بغيتوها ما تدلكوهاش أرخفو العجينة لاحظو معي هنا مازال خفيفة كتلصق في اليدين لاحظو مازال خفيفة محتاجة شوية من ديال الطحين غادي ناخد نسكاس ديال الطحين هو اللي غادي نضيف في المجموع خمسة تلكيسان ونص يعني تقريبا خمسمائة وخمسين ولا ستين قرام ديال الطحين هدا هو القياس وضروري تبقى خفيفة كناخد شوية ديال الزيت ولا هادك الزبدة المدابة كندهن الأصبع ديالي ونجمع أطراف العجين ما دلكتهاش نهائيا كنجمع الأطراف نحاول أنه هديك الزبدة واللزيت تلبس كلها بالعجين ونغطيها بالفيلم ونخليه كيخمر ياخد الوقت ديالو الكافي قدمه كيخمر العجين كتحصلو على نتيجة مزيانة كماشا غدتو العجينة كتبقى خفيفة ورطبة ممكن الطحين ياخد لكم غير خمسة الكيسان حسب نوع يسطحين كيلي كيشربو كيليلا نحن بعد ما خليته وخمر تقريبا نصف ساعة حسب الجو عندكم تبارك الله هاد الأيام الجو ممتر شوية بارد ممكن تسخنو الفران وطفيو عليه ودخلو الإناء وتخليو العجين ديالكم كيختمر بسرعة كناخد سيليكون او سطح العمل عليش غادي نبسط العجين كنرشو بشوية ديال طحين ضروري حيث العجينة خفيفة ورطبة ما بغيتش تلسق ليه في سطح العمل كنخرج الهواء من العجين ضروري كيما لاحظو مايبقاش في ذك الهواء الداخل كنحطوه في سطح العمل وغادي نصرحوه بالدلاك عجينة اللي خفيفة كلها فوقعات بحيلا مدلوكا وهي ما مدلوكاش نهائيا نخلي السومك ديالها متوسط جديدهنها بشكلات قبل من دهنها غادي نقسمها هنا لأشريطة باش يجي العمل سهل باش ما نعمرش الكيمية كلها بشكلات اللي بيدهن هدو العجين كله بشكلات عادي قطاع ليه الختيار أنا غادي نقطاعها عادي غادي ندهن الأشريطان شو ما كنت تحكموا في القياس ديالهم بغيتوا ترقوهم بتوتخلهم هكا بشكل اللي كيكون عريض اللي كم الاختيار غادي نحصل على خمسة ديال الأشريطة تندهن بشكلات ديال الدهن وغادي نزينو بقطع ديال البرتقال معسل اللي كيمشي معه شكلات يجي مدق وواعر اللي ما بغاش يدير شوية ديال القرقاع ولا شوية ديال لوز ولا شوية ديال كوكاو لكم الاختيار بطبيعة الحال فقط كنعطيكم فكرة ومتشو ما كتبقاو احراء. كنوضاع قطع ديال البرتقال معسل راكي تصاب في الدرس بقليوش اقلت معكم وصفة ولا كتشرب جاهز معند بائعي لوازم الحلوية. كنوزع كيمية شوية على شكلات وغادي نبدأ اللف ديال العجين. اول حاجة كنا اخد القالب فاش غادي نضاع هاد البريوش. اتنين وعشرين ولا اربع وعشرين سنتيم. كندهنو بالزبدة ورشو بالضحين. هنا كنصيحة كتاخدو الشاريط اللي كيباليكم شوية يعني السمك ديالو رقيق مش مش عريض بزاف. كتلفوه بحل شنيك. تماما. وكتجيبوه هو اللي كتحطوه في الوسط. بهالطريقة هدي كما كتلاحظو. نفس الطريقة هدي تبدو تديروها القطاع الاخرى. غير كيبغي شوية ديال الخاطر. طب هالحال انا كنصور كيكون شوية العمل الصعيب. نشو ما غادي تكونوا احرار طب هالحال. غاتهزوه خطع مرويد ديكم. مرة غادي تمسحوه. ما كيبقى تحصلوه على عشرة ديال الاشريطة. كل الشاريط باش يجيكم قصير باش تقدروه انكم تهزون. تمنى نكون وصلت الفكرة. وكان بغيكم يعني اسمحو الفيديو من الول حتى الاخر حيس كنشرح كل حاجة مبداقة. هنا كنحاول اني نحل هدوك القطاع ديال الاشريطة. لاحظو. وغادي مناخد الشاريط الاخر حتى هو اللبسه العجيب. وخا عمرتي بديه بالشوكولات. كان غلفو بالفيلم انا منطيغ ونخليه يخمر. عادي كن نبسطو. لاحظو معاي كان نبسطو. وهو فوقو البلاستيك الغذائي باش ما يعمرنيش بالشوكولات. وخليته خمر تقريبا واحد اربع ساعة. كان اخد هنا اه بيضة صغيرة. دوبة ملعقة صغيرة ديال الحليب. دوبة شوية ديال قهوة سريعة دوبان. وخفقت الكل جيدا. هي باش غادي ندهن البريوش. فهاد الادناء كنشعل فران اللي كيكون متوسط درجة الحرارة. نشعلو كيسخون واحد العشرة دقائق قبل. بالنسبة لي فرن الغاز بمروحة. النار من اسفل فقط. من الافضل بريوش تشعلو عليه غير لتحت. باش كي طيب مايجيكمش مع الجن من الداخل. كيجي مهوي وخفيف ورطب بالساف. قادي نزينو برقائق اللي اوز وضع شوية في الوسط. حي تبين هذك الشكلات بالساف وندخلو القران. الوقت ديالو كافي حتى كي طيب لاحظو كيجي محمر خفيف ورطب بالساف. ممكن تقدمو بحال هكا. ممكن ديرو عليه رشا خفيفة ديال سكار جلاسي سبيسيال. على الوجه ديالو كيزيد يعطيه رونق اخر. وكتقدمو بصحة ورحات قطعوه. كيجيش حاجة وعرة بسيطة خفيف. توجدو القوتي. الاسرة ديالكم بصحتكم وراحتكم. طبيعة الحال كنقدم لكم فكرة. وانتم لكم يعني كامل اختيار كتبضعوه تزيدو او تنقصو الحاجة. المهم هي الفكرة. اللي بغي يعود شوكولاتة للدهن بالكريم باتيسيير او المربع. لغي اختيار بطبيعة الحال ممكن. هداو الشكل ديالو من الدخل هنا وخارب. باقي ما بردش مزيان. شما خليو حتى يبرد. ونصيحة لي ما اذكرش لكم الوقت ليس خرجوه وغطيه بواحد المين ديل وهو سخون. عاد حيدوه من المول. راكي تحيد بكل سهولة. لاحظو كي يجيب حل كيك. شي حاجة زوينة بزاف. محشي بشوكولاتة. مدى قشر برتقال معسل شي حاجة زوينة مديدة. وجربوه بصحتكم وراحتكم. كانت معكم رايحانة كمال. خليت لكم الراحة في امان الله. ترجمة نانسي قنقر